هل في علاقة ما بين مرض السكر وأدوية الضغط من عائلة البيتابلوكر زي الكونكور والنيفلوب وغيرها؟ مبدئيا الكونكور والنيفلوب وأمثلتهم دول كلهم أدوية لعلاج الهايبرتنشن لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأدوية الضغط عندنا متقسمة لفور كلاسس أربع عائلات كبيرة الاس انهيبتور البيتابلوكر الكالسيا متشانال بلوكر والديوراتيكس فالكونكور والنيفلوب الأدوية دي تندرج تحت البيتابلوكر كلمة بيتا دي اسم الريسبتور وده ريسبتور موجود في أماكن كتير جدا في جسمنا وفيه منه ثلاث أنواع بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3 وكلمة بلوكر يعني هنقفل الريسبتور البيتابلوكر مجموعة مهمة جدا من الأدوية وبتستخدم في علاق حالات الهارتفيلر فشل عضرة القلب والهايبرتنشن ضغط الدم المرتفع وفيه حالات الاريذمية يعني ضربات القلب السريعة والغير منتظمة يهميني برضه أقولك حاجة هنا إن أدوية الضغط من عائلة البيتابلوكر متقسمة إلى Selective و Non Selective Selective دي أدوية جميلة هتشتغل على بيتا 1 فقط يعني هتشتغل على القلب فقط و Non Selective دي هتشتغل على بيتا 1 وبيتا 2 مش محبزة قوي مع بعض الحالات وبرضه هنتكلم عليها إن شاء الله في فيديو لاحق بالتفصيل تعالوا كده نشوف الريسبتور ده موجود فين في جسمنا وإيه سبب تعارض الريسبتور ده مع مرض السكر البيتا ريسبتور زي ما قلنا في منها بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3 بيتا 1 موجودة في الهارت والكيدني بيتا 2 موجودة في اللنج والبلاد فيسلز والجي آي تراكت والبلادر واليوترس والليفر بيتا 3 موجودة في الأديبوستيشو والبلادر طبعا كل الكلام ده نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل لكن اللي يهمنا حاليا إن البيتا 1 ريسبتور موجودة في الهارت وبيتا 2 ريسبتور موجودة في الليفر في حالة الشخص الطبيعي أثناء بزل مجهود شاق أو حتى أثناء فترة الصيام أو حتى مريض سكر وبستخدم أدوية لعلاج السكر واستخدم جرعة زيادة الحالات دي كلها بتخلي الجلوكوز يقل في الدم عن المستوى الطبيعي وده كده ممكن نقدر الله يدخل الشخص في حالة هبوط السكر ويوصل لهايبو جليسيميك كوما فمن رحمة ربنا إن الجسم من برمج على التعامل مع الحالات دي أول ما السكر يقل ده هينبه البتيتوري جلاند فالبتيتوري جلاند هتبعد إشارة للأدرينا الجلاند الغد اللي فوق الكلية تقول لها خرجي هرمون الأدرينالين فالأدرينالين ده هيتفرز في البلد سيركوليشن الأدرينالين ده ليه عدة وظيف لكن اللي يهمنا هنا إنه هيمشي في البلد لحد ما يوصل للهارت ويوصل للليفر احنا قلنا إن القلب في بيتا 1 ريسبتور والليفر في بيتا 2 ريسبتور فالأدرينالين هيمسك في الريسبتور دي ويشغلها أول ما يمسك في بيتا 1 اللي موجودة في القلب هيعمل تاكي كارديا الشخص هيحس إنه نبض القلب بقى سريع وبقى بيعرق فالشخص ده هيكون عارف إن دي أعراض انخفاض السكر فهيرحق نفسه بسرعة وياكل أو يشرب حاجة مسكرة مش بس كده احنا قلنا إن الأدرينالين كمان هيروح يمسك في البيتا 2 ريسبتور اللي موجودة في الليفر فيحفزها إنها تخرج جولوكوز طيب الكلام ده هيحصل إزاي؟ الليفر متخزن جواه جريكوجين أول ما الأدرينالين هيمسك في بيتا 2 ريسبتور اللي موجودة في الليفر ده هيخلي الليفر يعمل حاجة اسمها جريكوجين روسيس يعني الليفر يكسر الجريكوجين ده ويحولوا الجلوكوز ويتلعوا للبلات سيركوليشن يعني هيخرج الجلوكوز ده للدم وده كده هيرفع مستوى الجلوكوز شوية في الجسم علشان يحمينا من موضوع الهايبو جليسيميك كومة لحد هنا كلام جميل وما فيش أي مشاكل المشكلة بقى لو مريض سكر وكمان مريض ضغط واستخدم أدوية من عيلة البيتا بلوكر طيب خلونا نشوف إيه اللي هيحصل لو مريض سكر أخد أدوية من عيلة البيتا بلوكر سواء سيليكتف أو نون سيليكتف اللي هيحصل إن أدوية البيتا بلوكر هتروح تقفل البيتا ريسبتور اللي موجودة في القلب واللي موجودة في الليفر فلو شخص سكره قال عن الطبيعي لأي سبب من الأسباب اللي احنا ذكرناها من شوية ده هينبه البيتوتر جلاند فالبيتوتر جلاند هتبعت إشارة للأدرينا الجلاند تقول لها خرجي أدرينالين فالأدرينالين هيخرج للبلات سيركوليشن ويمشي لحد ما يوصل للقلب والليفر ولما يجي يمسك في القلب هيلاقي بيتا وان ريسبتور مقفولة فمش هيقدر يعمل الأعراض اللي احنا قلنا عليها اللي هي تاكي كارديا وان الشخص يبدأ يعرق وينفعل وعلى فكرة ده أهم عرض لانخفاض السكر كمان الأدرينالين لما يوصل للبيتوتور ريسبتور اللي موجودة في الليفر هيلاقيها هي كمان مقفولة فمش هيقدر يعمل عملية الجلايكوجينولاسيس اللي بتزود نسبة الجلوكوز في الدم فالحل طبعا لو مريض سكره بيعاني من ارتفاع ضغط الدم ان الدكتور اللي متابع معاه يكتب له على أي عيلة تانية غير البيتابلوكر لتفادي المشكلة دي